تتكرر هذه المشاهد بشكل دوري في قرى وبلدات ريف حلب الغربي لا تدري أين ومتى تسقط القذائف كحال بلدة تديل التي تعرضت لقصف مدفعي مؤخرا نجم عنه مقتل الشخصين وإصابة آخرين السواتر الترابية التي تراها في معظم شوارع القرية لا توفر حماية للسكانها من القذائف الصاروخية وإنما لدرء خطر آخر عنهم وهو نيران الرشاشات الثقيلة لقوات النظام المتمركزة على مقربة منهم في الفوج الستة وأربعين بالفترة الأخيرة صار في قصف على القرية وعلى كل خطوط التماس القرى المجاورة وبآخر الشيء من يومين تعرضت القرية لقصف واستشهد على إسراء ثلاث شهداء رجل ومرأتين يعني والعالم والناس يعني هون مضطرة ترجع تسكن ببيوتها لأنه ما ظل مكان ينزحوا لأله تديل نموذج مشابه لعدة قرى في ريف حلب الغربي التي تتعرض للسهداف المتكرر بين الفينة والأخرى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الخامس من آذار من العام الجاري راح ضحيتها ثمانية أشخاص وأصيب العشرات حسب منسق الاستجابة الطارئة في حين أكد الدفاع المدني عدم التزام النظام بالهدنة المبرمة وأن عدد خروقاته بات لا يعد ولا يحصى ما زالت قوات النظام تقوم بعمليات خرق للهدة على أطراف ريف حلب الغربي بشكل دائم ومستمر من خلال قزائف الهاوين والمثاعية طبعاً كهذا المحور بشكل عام هو يبدأ من دار تعزي إلى تذيل إلى كفر التعال إلى كفر النوران الخوف والقلق يسيطران على نفوس الأهالي هنا بين مراقب لتطور الأحداث وآخر متأهب للرحيل خشية أي حملة عسكرية قد تهجرهم من منازلهم مرة أخرى قصف عشوائي يعني ما نعرف أين عددنا الضربة وطبعاً نحن هلنا مجهزين أمورنا الرحيل يعني ما نعرف أي ساعة على وضع هذا يعني ما أجل تسبيه في الهدنة طاول طاول وحتى في عنا بعض أغراض ربينا لأجل هذا الطلع هاي يتساءل الأهالي عن جدول هدنة المبرمة التي لم تردع نيران النظام عنهم مطالبين الدول الضامنة بضرورة تحمل مسؤولياتهم هروقات مستمرة تطول عموم قرى وبلدات ريف حلب الغربي مخلفة في معظمها ضحايا وإصابات ودمار ليبقى المشهد ما بعد الهدنة هنا شبيها إلى حد كبير بالمشهد ما قبلها محمد نور تلفزيون سوريا ريف حلب الغربي